تماياً مع المجهود الوطني لمكافحة التفشي فيروس كورونا تنفذ مختلف الوحدات التابعة لوزارة الداخلية ومنها الحرس الوطني حملات مراقبة مكثفة بشاركة مع مصالح أخرى في مساء لرسل الحالات المخالفة لإجراءات وقائية مشددة فردت على المستوى الوطني منذ غرات جوليا الحالي وعلى مستوى الولايات بفوارق زمنية بسيطة فعلى المستوى الوطني وتبعاً لقرار الهيئة الوطنية لمجابات انتشار فيروس كورونا بالنسبة للفترة المتروحة بين السلس والعشرين من جوان المنقذ حتى الحالي عشر من جولا الحالي صار منع الجولان ابتداء من الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً من اليوم الموالي عوضاً عن العشر ليلاً وكان على هذه الوحدات تتبع بعض الأشخاص تعمدوا خرق منع الجولان رغم عقوبات جزائية قد تطالهم هذا دون تفصيل لتهديدهم صحت الآخرين في حال إصابتهم فيروس كورونا وكان على هذه الوحدات الأمنية ذاتها الوقوف على مستوى الولايات على التطبيق الصارم لمنع التنقل بين عدة مناطق خاصة منها المنصنف بؤراً للفيروس في ذوء السلطة الممنوحة للولايات لإعلان الحجر الشامل أو الموجه في ولاياتهم وأعلنت عدة ولايات بعض منع التنقل منها وإليها بسبب تطورات الوضع الوبائي ومنها ولايات تونس الكبرى وذلك منذ أربعة أيام كما أعلن ولاتها منع جميع التجمعات وتعليق كافة التظاهرات ومنع ارتياد دور العبادة لمدة أربعة عشر يوماً حتى الأربعاء الرابع عشر من جوليا الحالي هذا فضلاً عن قرارات أخرى تصب في خلدة كسر حلقات العدوى بالفيروس ما أمكن خاصة مع أرقام موفزعة عن الإصابات والوفيات وكذلك المتحورات الجديدة للفيروس